مدينة كوفنتري في بريطانيا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أي معلومات متوفرة لديك عن هذه الدفعات؟ نعم طبعا دعنا نقول بأن من المفترض كان أن تعود هذه الدفعة التي تتصل اليوم قبل أسبوعين ولكن هي من المفترض أن تصل خلال الساعات القادمة لكن دعنا نقول بأن القضية ليست هي إعادة المرتزقان من ليبيا إلى سوريا القضية تتعلق فقط بعملية تبديل لهؤلاء المرتزقة أي أن هناك مخالفة لكل الاتفاقيات من قبل الحكومة التركية للاتفاقيات التي تقضي بخروج المرتزقة من ليبيا تركيا ما تقوم به الآن هي عملية تبديل لهؤلاء المرتزقة وليست قضية إعادة المرتزقة السوريين المتواجدين في ليبيا هناك سبعة آلاف مرتزق من حملت الجنسية السورية متواجدين في الأراضي الليبية وتحديدا في مناطق غرب ليبيا وهناك خصومات أربعمائة دولار خصومات من قبل حكومة الوفاق الوطني على رواتب هؤلاء المرتفقة الذين يتواجدون كم عدد هذه الدفعة تقريبا الآن نحو مئة وخمسين مرتفق لنا من المفترض أن يعودوا في الخامس والعشرين من الشهر الفائت كان هناك امتعاد من قبل هؤلاء لأنها تأخرت بسرط تأخر عودتهم إلا أن الأمر وصلت إلى خواتمها بعد خروج دفعة بالتجاهة ليبيا مقابل عودتها أولا المرتفقة هذه الدفعة المرتفقة إلى الأراضي السورية طبعا عملية التبديل إلى ماذا تشير بالتالي تشير بأن الحكومة التركية هي تصر على إبقاء هؤلاء المرتفقة تحت الحماية التركية تركيا تريد أن تبقي قوتها في ليبيا ودعنا نقول بدلا من أن تقوم تركيا بتهنئة الشعب الليبي على ما جرى بالانتخابات هي تعتبر وفق هؤلاء المرتفقة العائدين أن ما جرى بالانتخابات هي لصالح تركيا وهو امتصار للخط التركي في ليبيا معروف إلى أي منطقة تحديدا يرسل هؤلاء المرتزقة في ليبيا إلى مناطق درابلوس ومصراتة والمناطق الواقعة في غرب ليبيا تحديدا المناطق التي كانوا موجودين فيها وقواعد عسكرية تركية موجودة في ليبيا ونحن نشن تحديدا لدينا أسماء القواعد العسكرية المتوجدين فيها هؤلاء المرتفقة إن أرادت الأمم المتحدة فلتذهب وتتحقق وموجود هؤلاء المرتفقة هنا هل هم في العادة من فصيل واحد سوري أم عدة فصائل عدة فصائل موجودة ضمن مناطق درع الفرات والمفارقة المضحكة بأن رئيس الحكومة السورية المؤقتة كرم أحد قادة هؤلاء المرتفقة العائدين من ليبيا قبل أيام شكرا لك من مدينة كوفنتري في بريطانيا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان ترجمة نانسي قنقر